يقول الشيخ الشعراوي لما كنت في سان فرانسيسكو سألني أحد المستشرقين هل كل ما في قرآنكم صحيح؟ فأجبت بالتأكيد نعم فسألني لماذا إذن جعل للكافرين عليكم سبيلا رغم قوله تعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا فأجبته لأننا مسلمون ولسنا مؤمنين قال فما الفرق بين المؤمنين والمسلمين؟ رد الشيخ الشعراوي المسلمون اليوم يؤدون جميع شعائر الإسلام من صلاة وزكاة وحج وصوم رمضان إلى آخره من العبادات ولكن هم في شقاء تام شقاء علمي واقتصادي واجتماعي وعسكري إلى آخره فلماذا هذا الشقاء؟ جاء في القرآن الكريم في سورة الحجرات قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم سألني إذن لماذا إذن هم في شقاء؟ قلت أوضحه القرآن الكريم لأن المسلمين لم يرتقوا إلى مرحلة المؤمنين فلنتدبر ما يلي لو كانوا مؤمنين حقا لنصرهم الله بدليل قوله تعالى في سورة الروم وكان حقا علينا نصر المؤمنين ولو كانوا مؤمنين لأصبحوا أكثر شأنا بين الأمم والشعوب بدليل قوله تعالى في سورة آل عمران ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين ولو كانوا مؤمنين لما جعل الله عليهم أي سيطرة من الآخرين بدليل قوله تعالى في سورة النساء ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ولو كانوا مؤمنين لما تركهم الله على هذه الحالة المزرية بدليل قوله تعالى في سورة آل عمران ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه ولو كانوا مؤمنين لكان الله معهم في كل المواقف بدليل قوله تعالى في سورة الأنفال وأن الله مع المؤمنين ولكنهم بقوا في مرحلة المسلمين ولم يرتقوا إلى مرحلة المؤمنين وقال تعالى وما كان أكثرهم مؤمنين سألني مرة أخرى فمن هم المؤمنون قلت الجواب من القرآن الكريم في سورة التوبة التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين نلاحظ أن الله تعالى ربط موضوع النصر والغلبة والسيطرة ورقي الحال بالمؤمنين وليس بالمسلمين نسأل الله تعالى أن يرفعنا إلى درجة المؤمنين أشكركم وإلى لقاء قادم إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة